أهلا بحضراتكم من جديد كابتر عمد الله جي لك يمكن توقفنا عند بطولة أفريقيا اللي انت لعبت فيها قبل ما تلعب في النادي الأهلي بشكل أساسي كانت مع مدير فن أجنبي كسبنا البطولة بعد غيابي ممكن أكتر من 20 سنة 22 سنة أو 21 سنة البطولة دي ضفت لك ايه بعدها 2006-2008 ضفت لي الحمد للرب عمين اللي احنا خلاص يعني ابتدى بقى السن بيكبر خلاص بعدها الحمد للرب عمين يعني في نفس السنة دي رجعت النادي الأهلي ربنا كرمنا بأربع بطولات عرب وأفريقيا ودوري وكاس كان ساعتها برضوك السنة دي بالنسبة كابتن ميدو مسلحي كانت آخر سنة لي اللي هو بطل أربع بطولات ساعتها كان معنا طبعا المدير الفن المحترم القادير كابتن نور عطية جالي عادي احتراف عطول في إيطاليا جالي رسمي أقوى دوري في العالم مزبوط جالي برضوك وساعدني فيه برضوك دكتور عمر علواني طبعا مين اللي جاب لك العبد دكتور عمر علواني يعني ساعدني فيه بشكل كبير جدا روحت على فريق هناك ايه روحت على فريق سيسلي ترفيزه تمام ده يعني حاجة زي البرشيرونة كلا أوريلا مدريد يعني حصنحظي يعني أنا ما كنتش كنت بصدق اه يعني الفريق دي الفرقة دي اتفرجت عليها السنة اللي قبلها كنت بتفرج على نهاية الدور إيطالي فهمك انوا في النهاية طبعا بشوف اللعيبة وعرف اللعيبة وعرف الوضع كله شايف لعيبة المنتخب ده منتكياري دي السنة الثانية اللي بعد تفرج السنة اللي بعدها سيبت النادي وحكي لك كسة حلوة اللي أنا خليني نروح منتكياري زي بقول حلالك دوت طبعا شوفت الفاينال السنة اللي قبلها فطبعا مكنش توقع السنة اللي بعدها يكلموك أكون موجود معهم خبرا بيض فطبعا دي حريف حلمي بس ده نتيجة صبرك انت عدت سنة وثنين 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 ما تلعبش مزبور وصابر وبتتمرد مزبور مزبور عدت أربع سنين في الأهلي بعدها شخص ما تلعبش بيجي لعود احترافهم بره ما تلعبش ها دي أول مرة أعرف المعلومة دي خبرا مزبور يعني أن عبدالله عبدالسلام يا جماعة النجم والأسطورة الكبير يا جماعة الكلام ده دروس دروس والله اللي لعبها زغيرة لعيب نجم والأسطورة قاعد قصادنا قاعد أربع سنين ما يشاركش وما يلعبش في ملتشاط في نادي الأهلي وصبر لغاية ما ربنا كرمه لعب في المنتخب ولعب مع النادي لعبت في المنتخب الأول قبل ملعب في نادي الأهلي فرط نفسك ومستوك ولعبت وجالك عقد إطاليا نادي الأهلي سبك تطلع نادي الأهلي طبعا بشكورهم جدا طبعا كان ساعتها الوقت ده صعب جدا تسيب الفرقة مزبوط وكان جيل كبير بيبطل طبعا 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 رحت هناك لعبت أول سنة مع بطل إيطاليا سنة وبعكية تنقلت الفرقة تانية تمام ايكسة الحلوة اللي عايزة آه السنة ديت يعني الحمد للرب عمين ربنا كرمني بيها طبعا أنت عارب حلاك الاحتراف مسهل طبعا بتطلع تغيير أجواء ثقافة مجتمع يعني الموضوع مسهل خالص يعني طبعا تتأكسن بسهولة آه بعض الأوقات طب برضك في الأول بالنسبة لي الموضوع طبعا يعني أنت مش بتعود على تامين الصبح نعم آه تمرين بالليل طبعا محتاج الحمد للرب العالمين المليزي بتاعه كويس الحمد للرب العالمين محتاج برضك إيطالي عشان تخش مع الناس طبعا تعرف الثلاث تربع الأوروبيين كله معتز آه بلغة بلده فأولاء الأول مزبوط فالحمد للرب عمين قدرت تتغلب على الصعوبات ده أول ثلاث شهور طبعا صعبين هم أول ثلاث شهور في الاحتراف أول أول أربع شهور خمس شهور قدرت تجاري الاحتراف وقدرت تجاري الزمن أو الوقت اللي انت عايش فيه وتأقلم على المعيشة والناس اللي فيها طبعا خلاص وأنا طبعا ساعاتي كنت صغير طلع 24 سنة آه صغير أو مش مش كبير طبعا صغير طبعا مزبوط فلا الحمد لله رب عمين يعني كان الموضوع كنت بصمة في إيطاليا على فكرة وانا عرفت أن أنت الحمد لله يعني برضو خدت ألقاب يعني شخصية سمعت أن أنت فيه مبارات خدت فيها أحسن لاعب وفيه على مستوى موسم تقريبا وفقت برضو بحاجة أنا فاكر حاجة زي كده مزبوط لعبت كم سنة في إيطاليا لعبت اثنين السنة الأولية بتاع التلفزيزي بقولوا أحدك عليها الأول كنت منزل على طول تجارة إرسال الحمد لله كنت مميز في الفترة ديت في الإرسال أنا سمعت عشر إرسالات ممكن وأنا بحط الحمد لله رب عمين حتى كاس الكارات الحمد لله كنت وخد حسن إرسال ساعتها في الوقت ده في كاس الكارات فاكر ساعدتني برضوك الحمد لله رب عمين في موضوع إيطاليا دخلنا في الدور الإيطالي دخلنا الدور الإيطالي الحمد لله يعني ما كنتش بلعب طبعا عشان بتعود على السيستيم بتاخده طبعا بتغير سيستيم كامل طبعا موضوع مش مرهك ومس سهل فالحمد لله رب عمين أول فرصة جاتلي الحمد لله جاتلي في الكاس جاتلي في كاس إيطاليا هي صعبة يعني هي سلاحزوا حدين لتكسر الدنيا وتقلب الموازين يتمشي لا خلاص بقى يبقى لو دعكمو عليه ده رجل جاي تاني ويفضل تاني مش يتحرك من يعني من موضوع التاني دول حصل للمعيد الأساس طبعا معد متخب إيطاليا اسمه باليريو حصل له مشكلة في السمانة في ماتش الدوري التمانيين تفكاش اه كان من الماتش كان من لعب فرقة جامدة اسمها مدينة مدينة دي يعني مدينة من أعرق المدن وقاد المدن في إيطاليا طبعا اه طبعا تاريخ إيطاليا فيها ربنا كرمنا الحمد لله بيها جينا اللي عفر اسمها ترينتينو بلعبها في السمي فاينال الحمد لله ربنا كرمني وفقت جامد جدا في السمي فاينال اه وكسدنا الحمد لله تات سفر جينا بقى الفاينال الصبح يعني ده موقف طريف يعني الحمد لله رب يعلمين يعني أنا بعتزي بيه وبحب أحكيه فيه مدرب اسمه أنتونيو جاكوب مدرب إيطالي اه هو دلوقتي ماسك منتخب تونس فعلا اه وكان ماسك منتخبنا والفترة اللي يعني اللي انا كسبته 2005 و2003 هو كان ماسك تونس من 2000 بعد التصفيات بعد المبيات سيدني هو ماسك تونس كسب بيهم 2001 وكسب بيهم 2003 وخسم منها 2005 ايوا فأنت معلم عليه برد وخسم منها 2007 منتو خدتوا 5 7 9 11 13 15 في السنة 2006 فهو كما وجوب في إيطاليا طبعا نهائي الكاس في إيطاليا بيبقى زي مهرجان نهاية الموسم لا مش نهاية نهاية كاس لا نهاية الموسم يعني بيبقى خمجش في الموسم فبيبقى زي احتفالية بتهياري التصور بيبقى كل بقى المدربين اللي في كل البلاد في إيطاليا بييجوا في المدن بيجوا يتفرجوا الأطفال الجماعات المدارس يعني بيبقى حاجة أنا طبعا روحت اتخضيت صالة ميليان وصالة كبيرة جدا مقفولة مقفولة ترفيزه طبعا نادي كبير جدا معايا نجوم العالم أي حد يتخبر طبعا معايا نجوم العالم فالصبح الساعة المتش طبعا بنعمل تمرين كان أنتونيو أنا شفته اليوم قابلي بتعسيم الفينال سلم علي وشد حيلك وتبقى كويس الأجنت بتاع النادي أو المانجر بتاع النادي اسمه برونو كان ساعتها الصبح في المتش يعني متاخد كده ووشه محمر ومقشر فأنتونيو ساعتها كان جدت فرج على التمرينة فبيقول له مالك أنتونيو حكالي بعد المتش الحاجات دي كلها تمام؟ قال له مالك في ايه؟ قال له لا أنا نهضر فينال والموضوع لسه عشان كان يعني لقى بالعالة أحمد في الآخر فبيقول له أحمد لسه صغير وأو مراعب فينال فأنتونيو قال له عايز أولي حاجة النهاردة هيباوى سابق المكسب بتاعكم والنهاردة هياخد أحسن لعبة في الكاس والله زي بكلامك كده فبيقول له ليه بتقول كده قال له ورجعنا مئة سنة أو مئتين سنة وراء بالزمن ولسه ما فيش طيارات وما فيش عربيات ولسه بس معانا للعجل أروح من إيطاليا لمصر أجيبه بعجلة وأرجع تاني طبعاً من تاني تخلط قال له ليه يعني بتقول عليه كده قال له أنا شايفه حاجة كويسة وخامة كويسة وهتشوفه نهاردة إن شاء الله نزلت الفاينال الحمد لله رب العالمين يعني الحمد لله رب دينك كرمني قصرت الدنيا والدنيا مش كويسة وحمد لله خدت أحسن لها في الكاس خدت أحسن لها في الكاس الحمد لله